مرحبا بكم إلى تفاصيل بعد يوم على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقف المساعدات لبرنامج اعادة الاستقرار في سوريا على ان تتكفل بدفعها دول غنية في الشرق الاوسط اتخذت الحكومة البريطانية خطوة مماثلة لهذه الخطوة الامريكية اذ اعلنت اليوم انها اوقفت تمويل بعض برامج المساعدات غير الانسانية وفي مناطق يسيطر عليها مقاتل المعارضة سؤالنا هنا هل الموضوع يتعلق فقط بالمساعدات الانسانية ام سيرافقه تغير في المواقف على الصعيد السياسي ومن المقصود بوقف المساعدات السوريون ام دول ذات علاقة بالملف السوري في ملفنا الثاني لتفاصيل اليوم سباق محموم بين العبادي والمالك لتشكيل التحالف الاكبر عددا في البرلمان الذي سيكلف بتشكيل الحكومة كل فريق يسعى لضم الكتل السنية والكردية الى صفوفه لتحقيق الغالبية المطلوبة وبينما تتحدث الاخبار عن تحالف كتري كل من الصدر والحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي سعيا لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر تشير مصادر اخرى الى اتلاف دولة القانون بزعامة المالك الى انها تحاول استمالة الاكراد الى جانبها مقابل التوافق معهم على كاركوك ومناطق اخرى متنازعة عليها فمن سيظفر بالبرلمان ليقطف ثمرة تشكيل الحكومة وهل سينجح المالك في مساعيه مع الاكراد وهل ستبقى ايران صاحبة الصوت الاقوى في اي حكومة عراقية مقبلة اذا اعلنت الحكومة البريطانية ايقاف المساعدات غير الانسانية للشمال السوري وذلك بعد ايام من اعلان الرئيس الامريكي ايقافه المساعدات البالغ قدرها 230 مليون دولار لاعادة الاستقرار في سوريا ارجعت بريطانيا اسباب وقف الدعم الذي كانت تقدمه للفصائل بسبب الاوضاع الصعبة التي يمر بها الشمال السوري لم تمضي ايام على وقف الولايات المتحدة لدعمها المالي لبرامج اعادة الاستقرار في سوريا حتى سارت بريطانيا على خطاها واعلنت ايقافها للمساعدات غير الانسانية في الشمال السوري تمهيدا على ما يبدو لسحب يدها من الملف السوري وايقاف دعمها للمعارضة بعدما آلت الامور لصالح روسيا وميليشيات النظام على الارض الحكومة البريطانية ارجعت الاسباب التي ادت لوقف المساعدات عن الشمال السوري الى الاوضاع التي تمر بها المنطقة والتي وصفتها بانها صعبة ولكنها بالوقت نفسه قالت ان لندن ستواصل تقديمها للمساعدات الانسانية لمن هم بحاجة للدعم وتحسين الامن والاستقرار وكانت الحكومة البريطانية قد اعلنت انها قد انفقت ما يقارب المائتي مليون دولار على برامج الدعم الانساني في سوريا السنة الماضية الظروف الصعبة التي تتحدث عنها بريطانيا كانت موجودة من قبل ولكن ارجع مراقبون القرار البريطاني الى الوقائع الميدانية التي شهدتها الاراضي السورية وانحسار المناطق التي تسيطر عليها الفصائل حيث اشارت صحيفة الجارديان الى ان الحكومة البريطانية ترى انه من الخطورة مواصلة عملها في ظل الهجوم المحتوم من ميليشيات النظام على معقل المعارضة الاخير الامر الذي قد يفسر الخطوة التي اقدمت عليها لندن مؤخرا وكشفت الصحيفة ان دعم قوات الشرطة التابعة للجيش السوري الحر سينتهي في ايلول مشيرة الى قول مصادر حكومية ان تنفيذ برنامج العدالة وخدمة المجتمع اصبح صعبا للغاية وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن ان بلاده لن تسدد الدفوعات السنوية التي تعهدت بها سابقا لبرنامج اعادة الاستقرار في سوريا وكتب ترامب في تغريدة ان الدفوعات البالغة 230 مليون دولار سنويا والتي وصفها بانها سخيفة ستتكفل بها بلدان غنية في الشرق الاوسط بدلا من الولايات المتحدة لنقاش هذا المحور ينضم الينا مباشرة من لندن الدكتور محمد قواص الكاتب والبحث السياسي مرحبا بك دكتور محمد ورحب ايضا بالاستاذ حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب التركية وبالدكتور عاطف عبد الجواد الأكاديمي والبحث السياسي ينضم الينا مباشرة من واشنطن مرحبا بكم جميع ضيوفي الكرام ابدأ مع الدكتور محمد قواص من لندن كيف لنا دكتور محمد أن نقرأ الموقف الأمريكي بوقف المساعدات عن الشمال السوري المساعدات أو جزء من المساعدات المتعلقة بالشوق العسكري في هذا التوقيت تحديدا حدث عن الموقف البريطاني أو الأمريكي البريطاني ووقف المساعدات البريطانية أولا فجأنا أي مراقب بريطاني كان عنده نوع من المفاجأة أن هذه المساعدات التي تعتبر غير مدنية وغير إنسانية ما زالت مستمرة خصوصا أن الوضع العسكري انقلب بشكل أو بآخر وأن بريطانيا والدول الغربية لم تعد معنية بشكل أو بآخر بمساعدات عسكرية للمعارضة لكن أيضا التوقيت شيء مهم وخصوصا أنه أتى بعد أشهر على برنامج في البي بي سي كان كشف أن هذه المساعدات المالية المخصصة إلى الشرطة الطابعة للجيش الحر هي رهن وتستخدم من قبل هيئة تحرير الشام في إدلب ومن قبل جماعة نور الدين زنكي في ريف حلف الغربي طبعا الحكومة البريطانية حاليا تنفي أي علاقة ما بين القرار اليوم وبين هذه القضية التي انكشفت لكن في نفس الوقت الرأي العام الداخلي القوى البرلمانية البريطانية تريد أن تعرف أيضا هذه الأموال البريطانية إلى أين تذهب لكن بالنسبة لنا أيضا هذه إشارة عندما يقولون أن الوضع صعب جدا أن المجتمع الدولي ولندن وواشنطن خصوصا باتت تعتبر أن الحل في سوريا لم يعد عسكريا أنه لم يعد بالإمكان دعم المعارضة بالشكل العسكري خصوصا أن المنطقة الواقعة في الشمال هي رهن هذه التفاهمات الجديدة المفاوضات الجديدة التي المتعلقة ما بين روسيا وتركيا وبالتالي بريطانيا وواشنطن بعيدين عن هذه المنطقة يعني نظرة شبه مستقبلية للأوضاع في الشمال السوري والملف السوري بشكل عام طيب ألا يعتبر ذلك في هذا التوقيت مع حديث من قبل الروس والنظام عن حملة على إدلب ومناطق في الشمال السوري قطع هذه المساعدات ألا يعني أنه انحياز إلى جانب النظام أو المساعي الروسية قطع هذه المساعدات يعني أن بريطانيا والمجتمع الدولي متضامنة تماما مع المقاربة الروسية وأنها تقول المعارضة والمسلحة أن هناك هجوما عسكريا سيتم وبالتالي هم يتحدثون هنا في بريطانيا أن هذا الهجوم العسكري سيتم سيتم ضد هذه المعارضة كما حصل في أماكن أخرى لكن طبعا طبيعة هذا الهجوم تتعلق بمقدار الاتفاق مع التركية أو الاختلاف مع تركية وطبعا حضرتكم تعرفون هذه الحساسية في هذا الشأن في هذه المنطقة صحيح وسنبحث هذه النقطة ونسأل عنها في سياق حديثنا أنتقل إلى الدكتور عاطف عبد الجواد من واشنطن دكتور عاطف مرحبا بك 230 مليون دولار وصفها ترامب بالسخيفة ولكنه أوقفها أو قال أن أطراف في الشرق الأوسط والمقصود هنا دول خليجية هي من ستدفعها ما هذا الموقف أيضا؟ كيف لنا أن نقرأ الموقف الأمريكي؟ نعم الموقف الأمريكي موقف مالي وموقف سياسي مالي من ناحية أنه أوقف بالفعل انفاق 230 مليون دولار على إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من داعش ولكنه في الوقت النفسي حصل على تعهد من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة على دفع 300 مليون دولار أكثر قليلا مما كانت الولايات المتحدة تدفعه إذن هذا يعادل ذاكا هذا من ناحية مالية لكن من ناحية سياسية يجب أن نشير أيضا إلى أن سيد ترامب أوقف منذ فترة وبالتدريج البرنامج الذي كانت تديره السي آي اي الاستخبارات الأمريكية لدعم المعارضة المسلحة في سوريا كما نعلم الولايات المتحدة تقدم الدعم في سوريا عن طريق برنامجين برنامج عن طريق تديره السي آي اي الذي أشرت إليه الآن وهذا توقف أو في سبيله للتوقف بصورة نهائية تدريجية والبرنامج الثاني ما زال مستمرا بل وفي زيادة وفي تصاعد هذا البرنامج الثاني تديره وزارة الدفاع الأمريكية في الواقع وزارة الدفاع الأمريكية في الموازنة الأخيرة للعام 2019 طبعا مقصود هنا الدعم الموجه للميليشيات الكردية صحيح؟ المستمر المتواصل معظمه نعم هذا سليم معظمه يتوجه إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية بل وفي الواقع قوات البشمرقة وقوات الأمن العراقية في العراق ولكن هناك زيادة في هذا السبيل في هذا السبيل والسبب في هذه الزيادة أو في هذا التركيز على مساعدة الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة هو أن وزارة الدفاع الأمريكية الآن تقول أن داعش عادت وتعود مرة أخرى إلى جيوب في ودي الفراط وفي مناطق أخرى في أراضي سوريا الواقع وزارة الدفاع الأمريكية تقدر أن أعداد داعش بلغت الآن حوالي 30 ألفا وبالتالي هناك حاجة إلى مواصلة دحر داعش عن المنطقة وفي هذا السبيل الولايات المتحدة تعول على تحالفها مع جماعات الأكراد المبلغ فقط للتذكير على ما أذكر 300 مليون دولار من ميزانية الولايات المتحدة القادمة وعدت به صحيح دكتور للأكراد قوات سوريا الديمقراطية ستحصل على 300 مليون دولار جزء آخر من الأموال سيذهب لدعم قوات البشمرقة في العراق ولكن بصورة عامة الزيادة في الميزانية لهذه الجماعات مجتمعة في سوريا والعراق تبلغ حوالي 400 مليون دولار عامة كانت عليه في موازنة في ميزانية العام الراهن إذن هي زيادة ولكنها موجهة نحو أهداف معينة النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها من ناحية التغير السياسي في سياسة السيد ترامب هو أن هذا يشكل اتجاه جديد يقوم على تفاهمات جديدة مع روسيا روسيا والولايات المتحدة وطبعا معها الحلفاء الذين يعملون مع الولايات المتحدة يركزون الآن على ضرورة عودة اللاجئين ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية المساعدات الطبية ووقف المساعدات العسكرية هذا الاتجاه هو التفاهمات الجديدة مع روسيا والتي سوف تتبلور بدرجة أكبر خلال هذا الأسبوع بعد اجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جام بولتون مع نظيره الروسي في جينيف نعم أستاذ حسن نيفي أرحب بك الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب من جديد طبعا إضافة إلى كل النقاط والزوايا التي شرحها الدكتور عاطف والدكتور محمد هناك أيضا محور أو زاوية أخرى أريد أن أسألك عنه وهو امتناع أو تقليل النفقات والدعم العسكري لفصائل ونتحدث هنا عن الشمال المنطقة المتبقية لعناصر الجيش الحر موضوع تركيا وموضوع تحرير الشام موضوع تحرير الشام يشكل للحكومات التي تدعم الفصائل المعارضة في سوريا يشكل حرج فعلي ونقطة أخرى موضوع تركيا أنها تتصدر هذا الدعم بمعنى أن أموال البريطانية التي كانت تأتي كانت تأتي عن طريق تركيا وباسم تركيا وبالتالي لا نقتل بريطانيا ولا جمل هذا ما يتم الحديث عنه ما رأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولسادة المشاهدين واقع الحال هناك ثلاث نقاط يجب الوقوف عندها ولو بشكل موجز وسريع النقطة الأولى أن الموقف البريطاني أو القرار البريطاني بوقف الدعم جاء تاليا للموقف الأمريكي ونحن هنا نشير بإلماح إلى التبعية التقليدية للسياسة البريطانية للأمريكان المسألة الأخرى ما أشرت إليه أستاذ أحمد يجب أن نؤكد أولا أن الدعم البريطاني ليس دعما عسكريا مباشرا وإنما هو دعم في مجالات أخرى يعني المنظمات التي تدعمها بريطانيا بالتحديد وهنا أتحدث عن وقاع المنظمات التي تدعمها بريطانيا في الريف الغربي لحلب وقسم من الريف الشمالي هي ثلاث منظمات منظمة آدم سميث وأجكس وآي آر دي هذه المنظمات تقدم خدمات على مستويين المستوى التعليمي ونحن نعلم أن 65% من رواتب المعلمين تدفعها بريطانيا و35% تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية المسألة الأخرى التي تقدم فيها خدمات بريطانيا هي مجال الحوكمة ومنها هنا دعم سيليك الشرطة إذن الدعم الذي أوقفته بريطانيا هو ليس دعما عسكريا للفصائل بريطانيا لم تكن تقدم دعم عسكري مباشر لفصائل صحيح كما تفضلت به صحيح ولكن يأتي على شكل أموال هذه الأموال ربما تأتي بشكل لاحق سلاح ولباس وعتاد وتجهيزات كلها جزء من الدعم اللوجستي العسكري نعم نعم هذا جانب والجانب الآخر يجب أن نعلم أن معظم المنظمات التي تعمل في الريف الغربي لحلب وقسم من الريف الشمالي أي في المناطق المحررة هي لا تستطيع أن تعمل إلا ضمن إشراف الدولة التركية أي تحديدها بالتنسيق مع مؤسسة الأي إي ها ها هذا المسألة كانت تضايق البريطانيين وتضايق معظم المنظمات التي تعمل في هذه المنطقة المسألة الأخرى ولو أن بريطانيا نفت هذه القضية أي أنها تعتبر أن المعارضة السورية التي كانت تدعمها خاصة في مجال الحوكمة أصبحت معارضة لم تعد تسيطر على تلك المناطق وأن السيطرة الفعلية هي لهيئة تحرير الشام والمنظمات الإسلامية المتطرفة وهنا لا تريد بريطانيا أن تدعم أو أن تعطي أموالا يمكن أن تتسرب إلى فصائل مسلحة أو فصائل متطرفة هذه الأسباب مجملة يجب النظر إليها بعين الاعتبار طيب دكتور محمد قواص أعود إليك من جديد بنظرة شاملة للملاف السوري يبدو أن مواقف الدول خاصة الغربية منها بدأت تتجه إلى موضوع يعني احسموا عسكريا ودعوا روسيا كما هو الموقف الأمريكي دعوا روسيا تنهي هذه الورقة والحل السياسي نحن عقد لا يمكن الوصول إلى الحل السياسي بدوننا هل هذه النظرة واقعية تراها من خلال عدة تصرفات وعدة مواقف ومن ضمنها مثلا المحور الذي نتحدث عنه وقف بعض المساعدات من قبل بريطانيا بعد أن كانت الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار أستاذ هذه النظرة ليست جديدة وأنا أعتبر أن منذ تدخل الروسي في سبتمبر 2015 والغرب مستسلم لهذه الورقة الروسية حتى لا أقول مستسلم هو كلف روسيا بهذا الملف بعد أن أصبح البركان السوري يقذف باللاجئين وبالإرهاب إلى مناطق أوروبا وبالتالي كما لاحظنا منذ سبتمبر حتى الآن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان مواكبا إذا لم نقل راعيا لكل الجهد العسكري الروسي هم يعتبرون أن الحسم في سوريا ميدانيا سيكون حسما عسكريا لكن القضية السورية لن تنتهي إلا بالحل السياسي وأعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وربما أيضا دول أخرى تريد أن توقف كل تمويل له علاقة بالحل السياسي بانتظار أن تحصل مفاوضات يفرد بعدها على روسيا إنتاج حل سياسي بإمكانه أن يكون ممهدا لما تريده روسيا من مسألة إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين لاحظ معي أن باريس وبرلين بالأمس بالاجتماع بين ماركال وبين بوتين إضافة إلى مصادر مؤخرا عن وزارات الخارجية الأمريكية التي تقول لا إعمار بدون حل سياسي في سوريا وبالتالي لا أموال غربية نحو سوريا وهذا الذي يفسر قطع هذه الأموال في الأيام الأخيرة قبل أن نفهم السكة صحيح وطبعا ولا عودة للاجئين إلا بكلام عن مرحلة انتقالية أو عن حل سياسي وهذا الذي تفعله روسيا حاليا من خلال ورشة سوتشي أو أستانا وهذا الذي كلف به أيضا المبعوث الدولي مجددا في اجتماع قد يدعو إليه في سبتمبر المقبل طيب نكتور عاطف اليوم على الرغم من التوازي في المواقف الغربية من موضوع الحل أو نهاية الحل العسكري أو الحسم العسكري مختلفة التسميات ولكن يبدو أن هناك خلافا حول طريقة هذا الحسم أو تبعاته بمعنى أن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا ما زالت قلقة من موضوع اللاجئين من موضوع أي من المتطرفين الذين قد يصلوا عبر الطرق البرية أو البحرية إلى أراضيها من جديد مع أي حملة عسكرية في الشمال إذن كيف يمكن للجهود هذه أن تتوافق وماذا عن موضوع القمة القادمة اليوم التي ستجمع لم يحدد موعدها حتى الآن ستجمع روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا الموقف الأمريكي شديد التعقيد لأن المصالح الأمريكية متشابكة ومتناقضة ولكن هناك مجموعة من التفاهمات الأمريكية الروسية لأن روسيا تلعب الآن دورا في تحقيق بعض المصالح الأمريكية في سوريا منها على سبيل المثال إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود مع إسرائيل والأردن أيضا ومقاومة داعش هذا يمثل الأولوية القصوى للسياسة الأمريكية في سوريا الآن الولايات المتحدة لاحظنا أنها في قمة بوتين ترامب في هلسينكي ركزت هذه القمة على مسألة النواحي الإنسانية في سوريا فقط النواحي عودة اللاجئين ووصول المساعدات الإنسانية بصورة أكبر وقف إطلاق النار وما إلى ذلك إذن هناك تفاهمات أمريكية روسية شاملة تتعامل مع مجموعة من القضايا المعقدة وأعتقد أننا لن نشهد حلا سريعا في سوريا لكن بدون شك كل الطرفين الأمريكي والروسي يعتقد الآن بأن الحل في سوريا سيكون حلا سياسيا وبالتالي يجب وقف المساعدات العسكرية المقدمة من الدول الغربية إلى فصائل المقاومة المسلحة أفهم من كلامك ووجهة نظرك وتحليلك دكتور عاطف أن عندما تتفق الولايات المتحدة وروسيا لا تعنيها الأطراف المعنية الأخرى كالطرف الأوروبي وتضروره من أي حل؟ إلى حد كبير الأوروبيون في نهاية المطاف كما ذكر أحد ضيوفكم قبل لحظة ينضون تحت زعمة أمريكية في نهاية المطاف حتى وإن اختلفت المواقف بعض التفاصيل ولكن بدون شك المصلحة الأمريكية الكبرى في سوريا الآن والتي أيضا تنصاع إليها أوروبا هي واحد الحد من النفوذ الإيراني في الأراضي السورية وعدم إزعاج الأمن أو إثارة القلاق الأمنية لإسرائيل والأردن هذا واحد والأمر الثاني هو الأهم ضرورة القضاء على هذه الجيوب المتزايدة الداعشية المتزايدة في ودي الفراط وفي مناطق أخرى من سوريا والباقي تفاصيل كيفما حسمت تفاصيل والباقي تفاصيل قد نتفق نعم وقد نتفق عليها أو نختلف عليها نعم أستاذ حسن النيفي ما رأيك فيما قاله الدكتور عاطف وعندما نتحدث طبعا هنا نتحدث بمزيد من التركيز على المنطقة المتبقية في الشمال وطريقة حلها هو نعم صحيح بالتأكيد نستطيع القول أن المسألة أو المجال التدافع هو بين جانبين اثنين كبيرين هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإن كان من الصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية ووراءها أوروبا قد سايروا الروس بل منحوهم حق التفرد في الملف السوري طيلة هذه الفترة إلا أنهم وقفوا عند هذا الحد ليس من أجل إحقاق حق السوريين وإنما من أجل إعادة صراع المصالح من جديد ولكن لا ترى أن روسيا بحاجة الجميع يعني الآن بوتي روسيا ليست بحاجة حتى لبنان نعم بالتأكيد بموضوع اللاجئين هي بحاجة لبنان صحيح صحيح يعني الآن الروس إذا لاحظت استاذ أحمد في صوت شيء أعطوا الأولوية لمسألة إعادة اللاجئين التي تليها مسألة إعادة الإعمار أي أن بوتي اليوم يسعى إلى كافأة يعني هو يعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يكافئه على خراب سوريا بعد أن دمر سوريا الآن يريد أن يبتز المجتمع الدولي من أجل جلب المزيد من الأمور يعني كما استطاع أن يكون قائدا عسكريا في روسيا يريد بوتين أن يجعل من روسيا هي قائدة لعملية إعادة الإعمار في سوريا أي يمسك بملف إعادة الإعمار الذي ينتظر الروس منه أن يجمع أو أن يغدق عليهم أرباحا كثيرة ولكن يبدو أنه لم تنتهي يعني صحيح هناك نوع من تبادل المصالح كما أشار ضيفك من واشنطن أي روسيا قدمت نوع من التنازل للولايات المتحدة بأنها توافق على إبعاد إيران ولكن يبدو أن صراع المصالح لم ينتهي الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها لا تتدخل بشكل مباشر ولكن هي تريد أن تقول للروس افعلوا ما شئتم عسكريا ولكن لن تستطيعوا أن تفرضوا حلا سياسيا دون أن يعجب هذا الحل الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك ولمشاركاتك الأستاذ حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من غازي عينتابة تركيا كل شكر للدكتور محمد قواص من لندن الكاتب والباحث السياسي وكل شكر للدكتور عاطف عبد الجواد الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا مباشرة من واشنطن فصل قصير مشاهدين نعود للملف الثاني من تفاصيل التفضلوا بالبقائم